السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكنتمنى أن الفيديو يرقاكم في أحسن أحوال وإنما أنا بشرون مثلكم أخطئ وأصيف فانظروا في رأيي فكلما يوافق الكتاب والسن فأخدوه وكلما لم يوافق الكتاب والسن فاجتانبوه لبنات كما كيبلكم في العنوان على التفكير الإيجابي كيفاش نمأهم الخطوات اللي نقدرون نتبعوهم باش نفكروا بإيجابية لا شك أن التفكير الإيجابي من أهم صفات الناجح هو اللي يخليك مقبلة على الحياة ومستمتع بها بالشكل الصحي كاملين اللي بنات ستكون تعرفوا هذه القضية أن الناس كاملين على وجهة البسيطة من منذ خلق آدم اليوم من هذا إلى أن تفنى كما كيقولوا الأرض ومن عليها فره تبقى كتواجه واحد ضغوطات واحد الصراعات واحد المشاكل فكنا كنعاني ويكدب عليك الكاد معاناة كتكون ضغوطات كتكون على جميع المستويات سواء مادية معنوية صحية فره لما جاتوش في العلاقة الزوجية حان مجوج مثلا كتكون مع رجلها بيخ وحمد لله ركتجيها مع الولاد لما جاتش مع الولاد ركتجيها خرج لها شي شي شخص من العائلة كينغص عليها حياتها أحيانا كينين الناس يخرجونهم حتى والديهم والديك والديك ريقدروا ينغصو لك الحياة ديالك ويجعوها عليك سيلبية فطريقة كما كنقول لكم احنا كاملين را عدنا مشاكل يسمحوا للبنات اللي كانت حاك في وصف الفيديو فأنا كان عانموا حلوقها صحية بحالة اللي بحلقة عن الناس احنا مازالين كان نحضروا في الموضوع فالناس كاميرا عندهم مشاكل لما جاتش في في الزواج راجلتها في الولادة لما جاتش في الولادة جاتش في الصحة ولما جاتش في الصحة حتى الناس اللي كيبرلكم عايشين مزيان وهذا النصارى أنا عايشة في وسط منهم وكن نشوفوا من حياة ديالهم يعني ما فيهاش دك الضغوطات كثيرة كثيرة بحالنا احنا كاينين ما نقولوش احنا ما كنينش مشاكل لكن مشي بحالنا احنا يا بالحيد ده اللي كان ناخده احنا فهما مبتالين بأكبر بتلاء وأكبر حاجة اللي قد توقع لك هي أنك يكون عندك مشكل في الدين ديالك وفي العقيدة ديالك فالله ما عافينا بمبتالة بغيرنا فالناس كاملين انتوما اللي كنت يحبيبك تسمعيلي وكتغسلين معنى كلا قاسم قابل ولا ديك ولا شدة شي قنت ومتضمرة وكي بقى يبالك هالناس اللي في السوشيال ميديا كل شي خرج راس العام هذا والأضواء والحفالات وهاللي مخيم هاللي يمشى هاللي يجال يشرا ما تقيش بدك شرا هالناس مقيوصة حتى الجدر رأقول لك هي كل واحد كي يجات وهي كيني الناس كتعرف تلبس الأقنيعة وكيني الناس اللي عاود كتحتار مش حاجات الخصوصية وأنا وحدة منهم ما كان بغيش نعرض للحياة ديالي فدائما غيرتشوفهم مني غير إيجابية أو لك نكحز للور فهذا ما كيعنيش أنني كنعيش لإيجابية 24 ساعة راح نك نقوله راح الهم وصلنا حتى الجدر هي كل واحد كيف جات وفانتي لكنتي ولا الطريقة حنا فاش كنواجه الأمور هي اللي كتختلف وحدة على وحدة هذا فين كي الاختلاف البنت فالمشكلة راح كينة نحسبه مثلا المشكلة كين مشكلة مثلا نقوله انت عام وحدة عند علاقة مع الزوج ديالها ما امت وترى ما تماش وحدة كتواجهها بوحدة العقلانية وكتحاول أنها تقلب على حوله اللي باش تخرج من هذه الأزمة ولا شافته يقسة قاع فكتحاول أنها تخرج من ذاك العلاقة قاع وحدة آخر مربعا يديها وقال سكت عين مو الحل يدير الحل كتقولك واللي دارها الله هي اللي كينا الله سبحانه وتعالى عطانا الدنيا وسخرها لنا وجعلنا من أحسن المخلوقات وميزنا بأحسن ميزة وهي ميزة العقل وهذه ميزة العقل هي اللي فيها الأفكار ديالك فانت لخصك توجدي الحلول للحياة ديالك دون أن نلغي الجانب لله سبحانه وتعالى واحتياجنا لله في الحياة ديالنا بالدعاء الله تقنحتاجه احنا كندعي كتديري بالأسباب وكتدعي الله سبحانه وتعالى يا ربي واجعل مخرجة وتدعي ركني أدعيها كثيرة وعديدة ولا بغيتي هدري مع الله بطريقتك فالله يفهم جميع اللغات كما قلت لكم ما تشوفوش الناس كي يبينو لكم واحد الجانب من الحياة ديالهم وكي يحسب لكم هذيك هي الحياة اللقرة كل شو عنده مشاكل واحد الأخت واحد مرة كتبت لي قلت لي مصاب نكون بحالك شوف يا حبيبتي أنا جاوبتها واحد الجاوب واللي غنجاوب جميع الأخوات وهذا السؤال ولا هالتعليق الزوين الإيجابي تيعجبني بطبيعة الحال لكن في نفس الوقت أنا بغيت نوضح به واحد القضية فأنا هاتشي اللي كتشوفوه مني غير الجانب الزوين ديالي اللي كنحاول بينو لكم فأنا عندي واحد الجانب مظلم في الحياة ديالي بحالي بحال جميع الناس سواء في شخصيتي شي أشياء اللي خيبة فيها ركن خدم فيها سواء عيوب فيها ركن حاول نصلح فيهم أو سواء في الحياة ديالي قاعد زوجي يلد الوليدات فأنا ممكن ليش ما نكونش كانعاني أكيد لدي معاناة موحد الجانب لكن كما قلت لكم كين أشخاص اللي كتعرف أنها شنو تبين وشن ما تبين شو كتعرف الحدود ديالها والخصوصية ديالها وهذا ما أمتاز به وأنا واحدة من هاد الناس وكين لكتعرض ضحياتها على الملأ أو لكتعرف تلبس الأقنعة يكونوا منافقين مثلا فهمتني رفرق ما بينكتعرف أنك هنا في الحدود ديالي هاد شي اللي غتقدروا تشوفوا مني ولاش لأنني لو نريدك أنا السلبية ديالي ما عندها بشتفيدك السلبية ديالي ما عندها بشتفيدك هذا والسؤال مطروح ها أنا جيت مثلا نعرض عليك شي حواج أنا في خيبين بش يفيدوك ما غيفيدك تشي حاجة أما غنستفدش تأنا أمام الله ما غنستفدش يمكن ما الدين غنستفد لكن أمام الله تشوفوا هذه السوشيال ميديا وتقواوا تشوفوا ذلك الواجهة فدائما ديروا في البلد يلكم فيما تفرجوا شي شي حاجة ديروا بأنها راه الجانب لكي بغيبين لك ذلك الشخص حتى في المشاكي شوف ركنيشي ناس لكي يطلعوا بقوي بكي ويشكي ويندبوا عليكم محية تمرة ماشي هكك حزينة ذلك الدراجة هما كيختاروا يلبسوا ذلك القناع لغرض في النفوز ديالهم فحادة للبنات وهاتشو اللي كي ورت عندكم تفكير سلبي فأنا كما كنقول لكم تبقوا في مجموع من الأخوات اللي ما تسكنش عنده واحد دراية كبيرة فاللي شافته كتطيقه يعني كتشوف الناس كتقول كل شي عايش كل شي ضاحق غي أنا اللي قال سمهمو ما كل شي مسافر كما قلت لكم بالخصوص فهات السنة هذي فأواخر السنة كنا كترجع لنا ذلك الرغبة في التغيير ولكن إن شاء الله نحاول نزلكم واحد سلسلة اللي نحاول نبدأها من اليوم إن شاء الله باش نحاول نقال نزلكم نوضع خطة جديدة نشوفوا بإيجابية الحياة لأن هاتشي اللي ضاير بينا كامل ما تيبشرش بالخير يعني هاد الأمراض هاد الناس هاد العقليات هاد الواقع اللي ونينك نعيش هاد الابتلاءات في جميع الجوانب الحياة فهي ما تبشرش في الخير فأحنا كما قلت لكم في الكتاب السابق كن مبادرة نغيره هي الأنفوس نغير دارك خدمية على دارك بعدها ولدات كل نفس دي هاد 2022 خصت دخل علينا بواحد تغيير جديد إن شاء الله هنزلكم على كيفاش هنعود معكم متو جديد كيفاش نديره أهدا كيفاش نحطه نرسم الخطة لحياتنا جديدة والتازم والبنات فهمتي وما تقايش ونركزي على رأسك ما تقايش تلتفتين كل شي الناس كل شي الناس يبينو كذلك الناس وصلها فيها تل جدل أنا كما قلت لكم رأيك حمد لله لا لا لديش بطلقات مثلا في العلاقات الزوجية ولا في الوليدات ولا ويوجد الصحة دي كنحس بها يعني ما مساعداني ويوجد الصحة أكبر بطلق كذلك كن عيوب كن بزي الحواج إنسان يخدم عليها إلا جاءت كل لوحدة انتي دابة كما قلت كلي اللي كاتسنطرية خدمي على رأسك لاجيت تخدمي على العيوب وشخصيتك رأى رأى كنتي خدمت لك شي رأي أكثر كما قلت لكم في الفيديو السابق هي أكثر على العائلة ديالك بالإيجاب وهذك الوليدات غايطلعوا عندهم واحد تفكير توا إيجابي وغادي يقدموا المجتمع شي حاجة إيجابية ما تقيش عيني عقوزتك تغير خطك تغير أمك تغير راجلك تغير أنا أكون عقوزتي يشوف على الصيفة فيها كتقون لاحظوا نحن في الصيفات متاع الناس وفي سلبيات الناس ولكن ما كان تفتوش لأنفوزينا هذا هو عيبونا وهذه مشكلتنا والإخصنا نخدمو عليها البنات تخدمو عليها بجدية خودوا هذه الهضرات يالي حسبوني غاحم قوداوية وكن خودوا لا تحتاجوا هذا الهضرات لا تتحدث عليكم ولا شيء حاجة ولا ندوي ما نرى بالواقع ونرى المجتمع مدمر حواجة نفعوني ونحاول نفيد بها الأخوات ونحاول نوضح لكم نعرض عليكم الناس المرض بسيط تكون غي سخانة ولا غي نقص فيتامين ولا شيء حاجة ونقدير منها موضوع إلى أين إلى وتالى ينقاع وتحكي على الله سبحانه وتعالى رأيي واحد ودي اللي سنخدمها معكم في فيديو ضروري كيف نجعل بصمات وآثر طيب في نفوس الغير فما لش نحاول نحط عليك واحد سلب ونحيض ونحط ها عليك ونشوف وش نكون نعاني فعلا يبالغ في الأمور كما قلت لكم الناس عند واحد البرع في المبالغ في الأمور كما يقولون من الحب كذلك القبة يعني كتكون هذا أنجين لك أنت تستفدي فحذري أخواتي أنكم تبقوا تبقوا لا شوفوا الناس وراء كل شي عنده المشاكل فقط طريقة المواجهة هذه المشاكل هنا في كل اختلاف فالشخصية الإيجابية المتفائلة دائما تحقق الأمنيات والأمان ولكن إذا كنت فيك السلبية والهم ستحقق المخاوف لك ما تخاف منه يتبعك وراء في الدين رسول عليه السلام قال تفائل بالخير يتجد يعني إنسان يتفائل بشي حاجة ما يعني ترقيها ومني تقعي خايف بشي حاجة وذلك الهم وذلك البؤس وذلك فراء توقع ومن بعد تقعي تقول كنت عارفة أنا كنت عارفة ما عند والدي يظهر كنت عارفة أنا راسغة هذا وقد بدأت هذا لي كنت عارفة أنت معمرة راسك بذلك الفكرة السلبية بقيت معمرة راسك حتى وقعت وأهم النصائح التي نقدم لك في هذه القضية هي تطلع راسك بمعنى أنك تكون تحمي راسك فوقعت لك شي ضار فطلقت دابست الناس لا يستهل فما تندمي على الطيبة تقول لك لا يستهل لك الناس تقضي لدراسك وطلق براسك أنا حمارة أنا لا ينسو أنا لا يضحك علي أنا أنا لا تندمي على الطيبة تصرف الذي يكون استقبل الناس كرم وضحك معهم وعاود هدر بكل أرياح لم تخوف معهم تصرف بطبيعة والناس هم اللعب تقضي الناس يريخ سطلو مراسك على الطيبة دائما تقضي ها لله سبحانه وطلق يجعل الأجر لله وهذا نرى في المجتمع ونضع حلقة لأن مجموعة من الأخوات تتعارف مع شخص سيدة تتعامل معها تعاود لها أصرار ودخل لها لدار وما يكون الخير في الناس تقضي تقضي ندمت الحواج التي تحس براس أيام ما تتعامل لا لا تندمي على الثقة لك لا نقول لك أن نطح هذا قيمة قيم الأخلاق أن تكرم الناس أن تبغي الناس أن تتقي فيهم وتحس نظن فيهم فأنت حسنت الظن في الناس هم الذين كان العيب فما تقضي جلد راس كم إذا كان لهذا السبب أو لا قدر الله مثلا فقط الوظيفة لك لا لديك الفلوس أو شي كان قدر للم وراس مرة لكي نتواقد لكي نحس مراكل القول حل لا يقل راس وستمر في اللوم حتى توصل للجلد الدات وتحس راس كتك مرضي لا لا تصل لها الدرجة كذلك ثاني يبدل كلمات كيف بمعنى مثلا يسألك واحد كثير الأحوال لا يختر الزلط والفقر والمرض هذا الحمد لله أول حاول أن الحمد لله قال رب سبحانه وتعالى لإن شكرتم لأزيد لنكم اللاهرة مع الشكر يزيد نا هذي كل الناس يبقوا ديما الشح بحراء يسترحيتهم كلها تبقى كلها كنت منه مختي وكت صنطلية وكنت منه محاول أعطى هذا سأقول لك شي واحد كيف بقيت مع رجلك مع ولداتك صبقي أول حاجة الحمد لله الحمد لله سؤولتك مع تليفون مع ضق مع السلام وعلي ابن الله تحلي اختراني كلها تريد تسؤول على ابنان يكره رهت لكي قلت السلاط الرحيم لأن الإنسان رجع سلب 1 درجة ونحن لا نحن نسمع الناس سلب ونعزل وانا كان نفهم انا من نعزل لان لم ترقى أنت تصدري مع الإنسان تبغي تسؤول فيه وكي بدي اما كي انبقي واش حال ما سؤول اختي بعد السلام وعليكم الحمد لله اختي يا ربي تلطف بنا مهم كلمات بحلقة حاول تبتلع ثالث حاجة لنسحكم بها هي الامتين راتب تات إحصائيات وليهما تقول هذا إحصائيات شي علمية أن الامتين عنده دور كبير في الحياة وكي يعطي تفكير الإيجابي ونحن رجعنا لنرجع للدين الله سبحانه وتعالى بدين نجنو يقول نكون ممتن نبدأ شي اللي عندنا الحمد الله هذا شي عندك أحلام عند واحد آخرين عندك بعد هذا تغسلي المميع نتو تقول تأمار عندك واحد صقف راجع معك وعندك علام ضرب تأمار تعال الولاد راجع وحد آخر ذاك الوليد تغي أحلام تقول غين جي غي يعطيه لله وخي يكون كم مكان غي يعطيه لله هذا هذا الزوج عايش في الحال وحد آخر في الزنق عايش في الحرام ومضيع راجع 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 حواج لبنة عندنا راجع أحلام عنده واحد آخرين ولكن للأسف نحن لم يكن نقنع وما نحمد لله فالله يعطيكم مرض أحاول أنكم تبدو سنة جديدة أنا معكم أنا إن شاء لا تشوف مني غير الخير وأن هذا الخير نشروه لأننا مدلنا يدفيد وتعاون مع بعض وكل وحد غير لا يمكن أن ينغير في الخسران كما يقول رأك غادي في الخسران المرأ أنا أحمادي 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 أعلم مرأ كل نحن يدفيد لنغير أنا نغير من جهتي وإن جهتي وإن نحن مجتمع ورأك ربي وإن جيل وموليدته ونحاول الله يرضي عليكم ورابع حاجة البنات هي استمتاع بالطبيعة شوف الخريجة دبراني عارفة بأن هذا شهر 12 11 و 1 هتشتو ذلك سبح الله البرد الناس كل عند الضيور سخان كانت 100 ملايا وكانت بقى بنوار وبيجاما الفوط وملايا وجوج تقاشر فرق يصعب عليك الكثير العبادات تقيل الله يسمح لنا ويعفو علينا وليف أشغال للبيت لف تخرج مع الوليدة كل شيء يأتي تقيل هذه الفترة ستعد حاول نكابر معها يدخل المدد وكانت قد الأشغال ولكن من بعد تكون عطلة وكانت صعب أحسن هو الخروج الخروج أن تخرج وحاول تنفرض برأس ووليدات وليفو لأن لا تغير إذا تكون في واحد وليف 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 يكون الدلالية معك لم يخرج لأماكن التي يكون عامرين لا تخرج لهم وولادكم لأن ستقال تفقصي لاحظي الناس يخرج لذلك ليمون وذلك شي غير الفقايس وصعفي مع الدلالي أما مني تخرج من الطبيعة وكتخرج فأنت تستمتبعي بهم وسبح الله هذا الهواء يكون نقي وكتكون يزعم صراحة الله كدو زي واحد الفتراز بينا وما سنجد شي لبنات نطول عليكم لأن الفيديو حاولت ما أمكن كابرت رغم كما قلت لكم الظروف الصحية بأنني نزلق وغندير القراج فيها وندير المستحيل باش نزلك لكم فيديوهات أكتر قبل الدخول السنة الجديدة اللي كنتمنى أنها ندخل عليكم الصحيحة والسلامة وغنختم وغنقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإله أوني بشكرا لكم